بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة مع المفيد مع الثقافة والمعلومة والعلوم وهيا بناء نحيا الحياة. لكل من يشاهدنا الاول مرة لا تنسى الاشتراك الضغط على سبسكرايب او الاشتراك تفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد من الفيديوهات. ولكل متابعين اهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد. والموضوع اه هو ثقافة الى حد ما نعلم تماما انه اه لا يهتم بهذه الاشياء الا القليل في الوطن العربي. ولكن اه لابد ان نسير شيء ربما يعيد الى الازهان اه اننا يجب ان نغير كثير من مفهمنا. حتى اه نعي ونعرف لماذا وصلنا الى هذا الحال اه من التخلف اه الفكري والثقافي والاقتصادي. ولماذا الغرب سبقنا اه باميال في هذه المجالات. ومع موضوع النهاردة وهو الفرق ما بين التعليم الثقافة الوعي. هل يوجد فرق من بين التعليم والثقافة والوعي? كتير مننا بيفرق ما بين اه لا يفرق ما بين هذه الاشياء و اه يظن انهم اه شيء واحد. الحقيقة ان اه التعليم هو اه تعلم الاشياء. بمعنى اه قد اه يكون هناك اه شخص ما يريد تعلم شيء ما. فيلجأ الى من يعلم هذا الشيء ويعرفه ويتعلم منه هذا الشيء. زي التعليم في المدارس اه تعليم القراءة والكتابة تعليم الهندسة تعليم الطب تعليم الحقوق تعليم التجارة تعليم او تعلم اللغات بكافة انواع. ده تعليم. ولكن هذا هل الشخص اه المتعلم هذا او اه الذي حصل على اي نوع من العلوم معرفة. هل هذا الشخص اه انه اعتبره شخص اه مثقف? هل عنده ثقافة? والاخطر من ذلك هل عنده وعي? والسؤال لماذا نرى كسير ممن حصلوا على نسبة عالية او درجات عالية من التعليم? تصل الى درجة الدكتوراه وغيرها ووصلوا الى اعلى المناصب في الطب في الهندسة في القضاء ولكن نجد انهم يرتكبون جرائم وافعال لا يجب ان اه يرتكبها مثل هؤلاء. هو ده السر اه او هو ده اه اللي احنا بنسميه ليس هناك وعي وليس هناك ثقافة عند هؤلاء. هؤلاء قد حصلوا على العلم. حصلوا على التعلم وتعلموا ولكن لم يحصلوا على الوعي وعلى الثقافة. ده موضوع بالنسبة للتعليم. كل الناس يستطيع ان يتعلم. ولكن الثقافة ما هي الثقافة? الثقافة انك اه او بتأتي للمجتمع من عدة اشياء. من العقيدة من العادات والتقاليد. اه من اه ما اكتسبته هذه الشعوب و اه ورد لها من الخارج. وايضا ما ورسه هذه الشعوب من الاجداد والاباء. كل هذه المنظومة تسمى ثقافة. والخطير ان اه الثقافة اخطر من التعليم. فقد تجد شعب من الشعوب اه لم يحصل على دراجات علمية وتعلم كثيرة. ولكن تجد ان هذا الشعب واعي بما فيه الكفاية. و اه يعي اه عنده ثقافة اه تلتزم او تبني المجتمع ولا تهدم. ايه معنى انك يكون عندك اه دكتور او مهندس. معاه من الدكتوراه تلت دكتورات وسبع دكتوراه في مجاله. ولكن مرتشي. و ليس اه لديه مانع من ان يحصل على المال. ليس لديه مانع من ان يفعل الشيء من اجل المنصب او الجاه. اه دون النظر الى اه الاذار التي سوف تقع على مجتمعه. سوف تقع على ابناء بلده. سوف تقع على وطنه الذي يعيش فيه. فالثقافة هذه هي نقطة خطيرة جدا بتشكل العامل الاساسي في تقدم الشعب وتأخره. اه في الزمان او قيل احد الشعراء وهو اه رحمة الله عليه احمد شوقي. انما الامم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. حقيقي. الشعب الذي اه تذهب اخلاقه والاخلاق من الثقافة. فالشعب الغير مثقف الغير واعي الذي اه فقد ثقافته وفقد هويته واصبح اه شعب اه ليس عنده اخلاق ولا وازع ديني اه يمنعه من اه ان يسرق ان يرتشي اه ان يفعل المنكرات وان يفعل الاشياء التي تضر وطنه وتضر نفسه وتضر المجتمع الذي يعيش فيه. هذا المجتمع لابد ان يسقط في يوم ما. وايضا اه لو رجعنا الى اه دراسة التاريخ كلنا قد نال حظا من التعليم ودرس جزءا من التاريخ فتجد ان اه اسباب سقوط اي دولة من الدول ولو تكلمنا عن الدولة اه الفاطمية الدولة الهاشمية الدولة الايوبية الدولة الاموية الدولة الفرعونية الاسرة الفرعونية كذا الدولة كذا اه الحضارة القيصرية حضارة روما حضارة كذا اسباب سقوط اي دولة في التاريخ لابد ان يكون هناك عامل مشترك وهو انتشار الرسول الرشوة والفساد والمحسوبية في المجتمع ده الوعي او ده ده يصف الثقافة اللي في المجتمع التي انهارت فانهار بها المجتمع اما الوعي فالوعي هو ان تعي ما يترطب عليه كل فعل تفعله يعني اي شيء انت بتفعله يبقى عندك وعي ايه النتائج اللي هتحصل عليها من هذا او النتائج اللي هتترطب على فعلك هذا او ايه هو رد الفعل او النتيجة لفعلك هذا فالطالب عندما يزاكر هو يعي تماما ان نتيجة المذاكرة نجاح يبقى ده انسان عنده وعي تسأله انت ليه بتزاكر يقولك علشان انجح ده عنده وعي ولكن الشخص مثلا الذي لا يزاكر او الطالب الذي لا يزاكر تسأله انت ليه ما بتزاكرش هو ما عندهش اجابة ليه لان هو لا يعرف كويس او يعرف ويتجاهل المعرفة ان عدم مذاكرته ستتسبب في رصوبه في الامتحان فالانسان الذي تسأله لماذا لا تأخذ رشوة في منصبك ويقول لك انا لا اخذ الرشوة يقول لك لان ذلك يسبب فساد في المجتمع يعود علي انا اولا بالضرر ولكن الانسان الذي يرتشي او يسرق كويس ده يعي تماما ان هذا الشيء اه في قرارة نفسه مخالف اه بغض النظر عن دينه وعاقدته تسأله يقولك هذا الشيء مضر بالمجتمع وبالانسانية اه هو يقتنع بهذا هو يعلم تماما هذا العلم ولكن يفعله لاسباب مرضية وعدم وعي منه وعدم ثقافة منه وقد تكون اسباب عقائدية ولكن اه يعني ضعف في العقيدة او ضعف في انسانيته فالانسان ربنا خلقه كويس اه انسان سوي عقله يعي تماما ما يضر وما ينفع ما يضر وما ينفع ولذلك اه الشعوب التي اه نجدها في العالم الان المتقدمة قد تكون هذه الشعوب ليس لها دين سماوي ولكن قد اه يكون دينها دين اه محلي زي البوزية في اليابان وغيرها فالثقافة والوعي والتعلم لابد ان يكونوا على اساس صحيح حتى ينهض هذا المجتمع المجتمع الوعي ايضا او من الوعي ان يعي المجتمع ان الامور تسير بقوانين ان الحياة تسير بقوانين هذه القوانين هي اذا اجتهدت تأخذ نتيجة الاجتهاد اذا تكاسلت لن تنال النجاح كل هذه القوانين تسببت في تقدم الشعوب فالشعب المتقدم الان هو الواعي عند وعي بانه لابد ان يحافظ على بلده نظيفة بيئته نظيفة ان يحافظ على مجتمعه من الفساد فتجد الرشوة والمحسوبية والسرقة قليلة جدا العمل كسير جدا كل انسان يعي تماما نتيجة ما اه يفعله ذلك الوعي هو الذي اه نبه او ذكره اه الحق سبحانه وتعالى في كثير من الايات في كثير من الايات ومن هذه الايات قول الحق سبحانه وتعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية وهي اشارة الى اه يوم القيامة فان يوم القيامة اه هي تذكرة وتكون اه سعادة لمن وعى النتيجة لان اه يوم القيامة هي نتيجة اه للاعمال التي اقترفتها في الدنيا سواء كانت اعمال صالحة او اعمال اه سيئة في يوم القيامة يكون هو النتيجة لهذه الاعمال فا اه وعي اه الشعب بما يفعل هو اه من اخطر ما يكون فشعب بلا وعي كا اه شعب اه بلا اه هدف عشوائي اه لا اه يعي ماذا يفعل ولا يعي ما نتيجة ما يفعل اتمنى ان اكون وصلت فكرة لكم حتى اه نتعرف على سر من اصرار اه تخلف الشعوب وسر من اصرار تقدم الشعوب واذا عجبكم الفيديو بنكمل في هذه السلسلة بعض الفيديوهات القادمة اه لا تدخل علينا بلايك الاشتراك شير حتى تعم الفئدة فدال على الخير كفاعله كفاعله واترككم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته